اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مش نحن نحن عم نحلم وعم بيتحقق هن حرام عم بيكوبسه وما أصعب الكبوس لما يتحقق هيدا الفرق فرق كتير كبير وبالتالي ايه هلأ هيدا المحكمة صارت حقيقة صارت واقع رغم انه قلنا وكررنا انه هيدا عدالة بطيئة جدا لا هي العدالة بطيئة عدالة دولية بعد لكن اكتر بس لكن عمالك في سنة ضوئية اليوم الضوئية كم سنة حقيقية بتعمل فيه بدني سريعات متفاوتة طبيعة العدالة طبيعتها هي طبيعتها هي طبيعتها بطيئة عرفت كيف والبطء واحد من ايجابية البطء بالعدالة بتمنع الانتقام يعني ما بتكون عدالة انتقام مثل المحاكم الميدانية ايه او محاكم مش محاكم انتقام هي هيدا محاكم محاكم عدالة حقيقية تراكم التجارب تراكم التجارب لاجيين مقبلة مش لاجيين مش مثل ما احنا بندعي او مثل ما البعض بيدعي انه انشئة المحكمة بتوقف الجريمة استيس فاليس اليوم في اسماء وفي متهمية اذا افترضنا انه هذه المحكمة وصلت وطلعت احكام هل بتعتقد انه رح يكون في نتيجة عملية في انعكاس مباشرة على لبنان باي طريقة من الطرق البعض بيشوف انه بيكفي دم الرئيس رفيق الحريري يوقف افقالت القتل بلبنان هيدا بيكون انجاز كتير كبير هيدا موقف لا لا بعدين خليني اكمل بعدين فكرة انه اليوم حزب الله لن يسلم جماعته انت بتقول عم بيكوبسوا هني بشوفوا حالهم منتصرين منتصرين بشوف واحلامهم زهرية وسعيد خيروا المنتصر بالمنطقة هلأ بنوصل محكي على الوضع السوري بس انه الجماعة بيربحوا ايران تنفتح على امريكا بيعمل وقم بس احلام انسى الفكرة احلام انسى الفكرة احلام انسى الفكرة بنسال 2005 الجيش السوري عم ينسحب من لبنان شو رفعوا شكرا سوريا لا عمين عم تحكي اه الجيش السوري وحزب الله رفعوا لكن شو رفعوا هول ما بيخسروا انتصار هول ما بيخسروا بس اذا هني بيدعوا انه شو ما عاملوا ما بيخسروا هيدا ما بيعني انت بديك تصدق انه هني ما بيخسر يا استسفاريس يقلك عيب عيب الانسان يطلوا عامل هاك ها لانه بيوصل لأيام بساعتها عيب ما فيك تطلع عاملها لانك انت ما بتطلع بالخسائر بتلحقيها بشعبك انت اذا منتصر كيف ما كان انت يعني ما بيهمك الخسائر يعني كلنا عندك برغش وكل شعبك عندك برغش وكل خسائر عندك برغش بهمك بس انت تكون ايدك هاك لا ايدك منا هاك انت متل ما بتربح انت بتخسر وخسائرك بكلفة جدا ولكن اليوم بيشوفوا نفسهم انهم منتصرين منتصرين بشو منتصرين لانتلك بالخيار الداخل الاقليم لحظة انتوا المهجرين امتل موجودين بالخيرج يعني انت موجودين خيرج البلد ما فيكن ترجعوا تسمحيلي شوية تفضل انا بدي كمان هادي موضوع يعني ما بعرف يمكننا عم تروح اتي القصص فلسفية بس معلاش هادي الموضوع نحنا مهجرين شو يعني نحنا مهجرين بفرنسا كان معلمون الخميني عايش بفرنسا ليش مراحة قتل حاله بايران مع الشيخ سلم حال الشيخ الحبوس لرجال نزال سلم حالك للخميني للشيخ قاد ثورة من فرنسا ورجع بطل ع بلده كل واحد منا بيعمل على حجم وحمد الله اكي عم بسجوده ثورة ما بعتقد انا ما بعتقد انا عبد برا ايه اذا الهوت بلير طبع ضعيف هوت بلير طبع ضعيف هيدا ما بيعني انه انا مستكين انا بعد مهديت حمد لله اوكي وانا بعد مهدي مش عم بخد ثورة عم بعمل شغلي عم بعمل واجبتي اوكي اذا كان اذا كان هاك ليش بيعبدوا النبي محمد بعيد الشبه طبعا بعيد الشبه ما عم شبه حالي لعدد بس انا عم بحكي عن الهجرة ليش النبي محمد اضطر بلحظة من اللحظات تترك مكة وروح على يثرب ليش 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 طب ما زال لانه كان مهدد طب لانه راح يحمي رسالته ياب تتركي رسالتك ياب تروح بتحميها اوكي طب اذا كان عند المسيحيين عند المسيحيين يسوع المسيح يسوع الزكرة المولد طبعه ولد انه هو ولد من روح الله يعني مريم محبلت فيه من رجل مش هيك محبلت فيه من رجل طب اذا هل قدي هذا قيمة الهية كبرى ليش انت ليش اخر شي بتقلها بتقلها خديه عمصر تحتى تشيله حفلة لحفلة لجنون محدا نحنا انا ما بعمري انا قلت انو انا انتحاري حزب الله ضد اسلوب الانتحار حلو كتير انا مبسوط كتير اذا فيه سقافة جديدة عم تعطيني هالثورة السولية انا مبسوط فيه اه في حزب الله ضد اسلوب الانتحار اوكي انا صخصيا ضد اسلوب الانتحار انو شو يعني بروح بقول له تاعك دشني كلي رائبتي او بروح غيري بقول له تاعك دشني كلي رائبتي بروح غيري تاعك دشني ميشان ما تقولوا عني يا با انا عايش برا لا حبيبي انا انا بعيش حيث اتمكن من ان اعيش وامارس عملي كأنني لم اغب بلحظة او ساعة هيدا هيدا هي المعادلة معادل ميشان العوني لاش هولي العونية لك تخيل انت العونية تخيل بلحظة بلحظة العونية بيهدتونا ان احنا هربانين لك عمي حدا بتخيل هالناس اللي عندن عمى بالبصيرة ممكن منفل عمى لك هرب عالصفارة هرب عالصفارة من الاصر ليش ما بات موتة ابطار هرب من الاصر عالصفارة وبالصفارة عمل عمل اتفاق عمل اتفاق هروم اتفاق ما بدي فود بموضوع تاني بس بدي ارجع الى مسألة المحكمة البعض بيشوف انت وصفتن بالحكماء لحظة استيس فارس وين من هالحكماء وليد بيك جنبلات بيشوف انه خانا نكتفي بالمحكمة او بالحقيقة ونترك مسألة العدالة نفيها تراجع عنا تا بس عم نحكي كوجهة نظر كمنطق انا غير عمفكر بيقال اعمل فقرة اسمها وليد جنبلات اليوم مثل سوريا اليوم مثل كذا وليد جنبلات اليوم بعد ايدي وليد جنبلات انا زاك اليوم ما بعرف بالنسبة اليوم اكتر يمكن اليوم اكتر لا 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 بس في انتباع يا سيس فارس انه المحكمة حتى لو صدر احكام ما في حدا حيتحاسب تتمعي خبر بتتساودي الوجما على العالم بتساودي لنا وجنا في يوم من الايام وليد جنبلات مثل اليوم انه اذا بتعمله حكومة غير تسعة تسعة ستة ما بعرف شو خراب بلد وكذا قيلها انه اذا بيطلع عرار اتهامة كذا كذا بنخرب البلد وليد جنبلات قال لهم انه هؤلاء بيخربوا البلد وليد جنبلات يتعطى مع حزب الله انه ما بيناور يتعطى مع حزب الله انه خيه هيدا عمليا ليش وليد جنبلات بتقلنا تعوه نخافه ليه بقلنا تعوه انه هيدا حزب الله زلمي مش ايش حدا فكر حاله هو الله اجريه مش عالارض وحزب الله ما بيهددك بالقتل وعنده سوابه هادي اكبر ايداني لحزب الله يعني وليد جنبلات الايدانة الفاضحة لسلوكية حزب الله بالداخل شو يعني مبسوطين كتير هنه انه يعادين عم بيلعبوا بالسياسة ينبسطوا بالسياسة بس انا ما بعمري شفت ايداني لحزب الله قد سلوكية نائب وليد جنبلات اوكي متل ما بيقشعوا بو أستروم من زاوية اخرى خلنا نقشع وليد جنبلات من زاوية اخرى وليد جنبلات الدليل ايه على القدرة الاجرامية عند حزب الله في التعاطي في السياسة اللبنانية طيب لاتيدي اتمرأ احزالك ارجع عن المحكمة ليه لحنشوف برأيك احكام تنفذ حدا بيفكر اليوم انه هؤلاء المتهمين حزب الله فمت السؤال ما بيسلمون اه بلعطوا من الاخر ما تنسك ما هذه المشكلة بما انه فهمتوا شو ابني شو اسمه انا باعتقد مش عليل مش عليل مش عليل يتلع حكم او احكام دولة هيدا حكم دولة اول شي مش عليل وهيدا حيتعمم عندي عاكي العالم وعاكي البشر وعاكي الاشي بالاسماء المحتملة وبالاسماء الكزا وبالبصمات وإلى ماهو بدي تحمي يعني رف failing في واحد اذا بقرر يطلع يطلع من الضحية الجنوبية لبيروت ايه او الا على ايران وعبر طريق عسكري منفتح لهم بالمطار اوكي في واحد محبوس حيبس حاله ببيتو اوكي عنده اقامة جبرية ببيقته. وهيدا بده تبقى اجيالنا اجيالنا ونحن والتاريخ وكل شيء نحن كنت عم بحكيكي نشتغل لأولادنا. هيدا رح بقرأ اليوم في تمرجل هو ببيقته انه هو قاتل. لانه في حق الدفاع رح يكون كير ضعيف بالغيابة. وبالتالي بيبقى مختفي قد ما بنته. اذا طلع على الحكم نحن نشتغل لأولادنا. اليوم فيك تتمرجل مع بيقتك. بكرة بيقتك بتخف وما بتعود الاهمية. وبتبقى بكتب التاريخ انك قاتل. ما بتاعت الهم ان الاتفاق اليوم اللي عم بيصير ما بين ايران والغرب. يكون جزء منه. مراهن عليه حزب الله. لا لا. جزء منه يكون حل كل هذه المسائل تتميع المحكمة. مراهن عليه حزب الله. بس انا. هاي معلومة عندك انه مراهن عليه حزب الله. طبعا. 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 خليني لك بديتوقف مع فاصل بس اجاني ميساج كتير مهم. احشوف اذا في امكانية تقنية لإدخال الاشخاص. بحبوا يردوا يمكن على الهواء. ومننا اكيدة من ذلك كونا نحن ببريز. خليني نتوقف مع فاصل مشاهدينا. لحقريك الميساج. ونشوف اذا في امكانية لاشخاص تنوالتهم انه يدخلوا على الهواء. فاصل مشاهدينا ونعود. اشتركوا في القناة